رانة شوية بالأجواء اللي بتحصل خلال السنين اللي فاتت هنا في مصر الأجواء بصفة عامة كان يعني لو نتكلم بصفة عامة الأجواء كانت جميلة جدا على المستوى أولاً العلاقة اللي بين الأندية وبعض واللعيبة وبعض دي كانت جميلة جداً ولذلك ما كانش فيه ما كانش فيه العصبية اللي موجودة أنت بتلعب وتركز في أدائك وفي لعبك طبعاً أنا بقيت في جيل أنا لعبت في جيل طبعاً شحتة رحمة الله عليه ورضى يعني لحقته في الآخر والعربي السلاسي ده كان سلاسي رهيب يعني من اللعيب آه طبعاً كان سلاسي من الناس اللي تحب تفرج عليها يعني أنا يعني شوفتهم كويس جداً ولقط منهم حاجات كتيرة جداً وحبيت الكورة وحبيت الإسماعيلي من خلالهم من خلالهم مش عايزة كلام يعني فبعد رضى اللي أرحمه طبعاً كان فيه حاسة كبيرة جداً ورضى كان وقتها نجمة مصر الأول حقيقي يعني فبدأت بقى أنا أشترك في وسط المجموعة دي وكنت صغير يعني عن 17 سنة بتأصغر واحد تقريباً يعني دخلت الفريل الأول كان عند حضرك 17 سنة 17 سنة بس فطبعاً مسؤولية كبيرة أنا كتلعب مكان مرحوم رضى ورضى كان نجم النجوم وقتها وكان مسؤولية كبيرة جداً لكن الحقيقة وجود شيحتة وجود العربي وجود الله رحمه ميمي درويش الإساءة يسر هي مجموعة جميلة اللي كانت موجودة الحقيقة كانت بتساند وكانت بيحبوا إن وجود حد في وسطهم جديد يعني يعني يرحبوا بي يرحبوا وعازيوا وبيشدوك لفوق فدي كانت حاجة جميلة جداً وقدرت أتأخلم بسرعة لأن برضو الجمهور اسمها ليه كان صعب كان صعب إنك تلعب وتلعب مكان مرحوم رضى وتلعب بقى بشكل يعني لا وخصوصاً أنا بأحمل اسم كمان عائلة كبيرة طبعاً يعني فمش عايزة تقلع لأن عائلة تبو كريشة جابت لعيب يعني مش هو يعني فكانت مسؤولية كبيرة الحقيقة والحمد لله يعني أول سنة قديت وقدرت لعبت تقريباً 22 مباراة لأنه كانوا 11 كانوا 12 فريق فبتلعب 11 مباراة وكنت محظوظة أو إن أول سنة ليه ناخد الدوري وده أول بطولة تخدش النادي الإسماعيلي أول سنة ليه وأنا صغير 19 سنة أخدت هدف البطولة هدف البطولة يعني أصغر هدف للدوري لغاية النهاردة لغاية تاريخه 19 سنة وكم شهر كده في الزل كمان يا كابتن وده أتكلم في الزل النجوم كبار يعني النجوم مش على مستوى نادي الإسماعيلي بس أنت بتتكلم في هذا العصر تقريباً كل نادي عنده نجم من العيار الثقيل زي ما بنقول لا مش نجم والله أكتر نجوم كمان يعني أنا كنت في ظل يعني كنت صغير في ظل طبعاً وجود كانوا قبل مني طبعاً شازلي مصطفى رياض شيخ طاها يعني حمد أمام مجموعة دي يعني أنا كنت بالنسبة لهم لسه يعني ناشئ فالحمد لله فأول سنة يمكن من كتر الواحد يحب اللعبة ويحب الكورة والعناصر المساعدة جنبك كلها والجمهور وراك فكان فيه توفيق كبير يعني الحمد لله أنا أول سنة الإسماعلي يعني على وش الواحد يعني أخذ البطولة كنت هدى في البطولة وبعد كده دخلنا في معمعت بقى الدوري الأفريقي بس يعني لكن في الإسماعليا الحقيقة يعني اتشربت الكورة الجميلة من الجيل القبلي طبعاً الجمهور الإسماعلاوي جمهور بيعشق الكورة وجمهور حياته الكورة لما بنتكلم عن الأجواء خاصة أجواء كورة القدم يعني من الستينات والسبعينات وقت حضرتك يا كابتن أكيد كانت أجواء مختلفة جداً عن الأجواء اللي احنا بنعيشها حالياً لا خالص لا خالص لأ كانت علاقة بالأندية جميلة وأنا أكتر من مرة تسألت حتى على موضوع رضا بقى أنا بقول كان نجم النجوم وكان عنده رغبة يجي النادي الأهلي وفعلاً جاء النادي الأهلي فالحقيقة النادي الأهلي أخذ موقف بتاع النادي الأهلي يعني أخذ موقف أنه هو لما لقى الجمهور زعلان في إسماعاليا وهو رجع رجع وفيه برضو موقف بتاع حارس الأغة كان صعح كان فيه الأغة أسمك آه كان برضو كان تقريباً برضو نادي الأهلي رفض أنه هو ينضم للاه عشان ما يعني ما زعلش الإسماعيلوية والجمهور. في اعتبار لبعض. في اعتبار. صحيح. رضا كان نجم وكان يعني يلعب في أي مكان. ولعب انتخب مصر. يعني برضو أساسي. في الهدى الأهلي. أذكر بكل الخير طبعا الإدارة كتت موجودة. وكان صالح سليم طبعا الماسترو كده. وكدت عبدالصالح. رجأ يعني أشاده الحقيقة برضا. لكن قال له في نفس وقت أنا مقدرش جمهور إسماعيلوية يعني يعني. تضلع الثالث في كورة المصري. ها؟ تضلع الثالث في كورة المصري. طبعا. صحيح. يعني فيه كانت لفتة جميلة. وهاني أنا والله أنا عندي شفت المطش بتاع الدوري اللي كان في إسماعيلوية الأهلي وإسماعيلي. تشوف يا فطاط. يعني ما بشوفهاش الوقت. للأسف. يعني شباب الإسماعيلي يروح حب الأهلي. ما تتوب يا فطاط كده. يا فطاط جول الإستاد نفسه. حتى بعد المباراة الناس كلها نزلت الملعب. ما فيش حد يعني ما فيش حد مس التاني. كل الملعب ده بقى مليان الناس جمهور من الإسماعيلي وآلي وكده. لكن ما فيش حد ما حصلش أي مشكلة. وعلى مستوى وسائل الإعلام برضو. لما نيجي النهاردة نتذكر العنوان الشهير للكابتن صالح سليم. ربنا يرحمه يا رب. وهو بيقول نادي الأهلي يعلن الحرب من أجل النادي الإسماعيلي. من أجل النادي الإسماعيلي في فترة من الفترات. ده برضو وسائل الإعلام كانت بتتحرى الضقة وبتتحرى كمان يعني عدم عدم إثارة الفتنة اللي احنا دلوقتي بنعيشها كابتن عليك. لا لا بنعيشها بطريقة يعني غريبة ودي جديء ويعني غريبة علينا إحنا كاجلنا بقى إحنا. لأننا شونا 97 أهو. ده كان نهاية كاس مصر. يعني ده كان نهاية كاس مصر ودي كان كابتن صالح سليم وبيعلن الحرب من أجل إسماعيلية وجماهيره. يعني ده ده بيدل إن إحنا كنا عايشين في أجواء أكثر نقاوة وأكثر على المستوى الرياضي. لا والروح الرياضية فعلا. والروح الرياضية بالمعنى الحقيقي. بالمعنى الحقيقي مش بالكلام. فلا الحقيقة كان أجواء جميلة وكانت روح جميلة وعايز أقول حاجة تاني. إحنا الإسماعيلي كان لعب معنا هاني مصطفى طبعا. بصدقنا يدي له صحة هاجة. ولعب معنا في رحلاتنا الإسماعيلي كان الفريق الوحيد وقتها كنا بنلعب للمجود الحربي. في الفترة اللي هي ما كانتش فيها دوري. فكان الشيخطاء كان معنا لعب معنا. في ناس كتير ما تعرفش إن صالح سليم نزل كابتن نادي الإسماعيلي في مباراة من المباراة آه مباراة من الفرق أجنبية. فكان الحقيقة المنصر عثمان قال لك هنلعب في نادي الإسماعيلي فكانت فكرة المؤادة صالح سليم هنلعب معنا وكده وكل اللعي بقى صرت إنه هو إنزل الكابتن تنشيء جميل جدا لا حقيقة فما لعب التيتش المباراة هو ده اللي كان موجود هو كمان زمان كابتن كنا بابتكر وكمان وانا صغير قوي كان لما فرقة كبيرة زي سانتوس تيجي بيعمل بيعملوا زي حاجة منتقب أندية هتلاقي لعبة من الأهلي ومن الزمالك ومن الإسماعيلي المتواجدين في فريق واحد ده اللي كان بيحصل ده كان بيحصل يعني يعني هاني لعب تاني موسم بتاع أفريقيا يعني ده السنة اللي بعدها كان لعب رسمي مع الإسماعيلي يعني خدنا استغناء ولعب رسمي لعب لعب نازل إسماعيلي برضو أنا عايزة الحاجة أنا مباراة الاعتزال بتاعتي عملتها في الناس الأهلي والحقيقة كل كل الناصر كانت يعني مرحبة ومساعدة من كل الإدارة ومن الناس اللي موجودة حد عرض عليك الكابتن ولا طلب لا والله يعني كان في تكريم لأن أنا خدت وسامة الجمهورية يومها وكان من دوب الرئيس موجود وكده فعملنا المباراة دي عشان يعني ما تبقاش الناس كلها يعني نحملها عب بقى ناتي كله يجي الإسماعيلي وتحمل المشاقة تصفر شوية وكده فعملنا في التيتش والناس كلها بأمانة يعني أنا أذكر بخير كل الناس اللي عاونيتني يعني كان كابتن حسن حمدي كابتن محمود الخطيب طبعا لعبنا سوا المباراة دي سوا يعني كل الناس اللي كانت موجودة الحقيقة في النادي الأهلي كانت مرحبة وكان يوم جميل قوي يوم يوم طبعا نحن الأهلي والإسماعيلي ضد الزمالك والمقولين طب ده كوالوسه حلو قوي يعني اسمع برضو كوالوسه من حضرتك لكن فيه تقرير طبعا عن